اشتركوا في القناة الانطلاقات وشوطنا الرابع عشر يتحرك بفئة الجعدان نحن نراقب في هذا الشوط شعارات أيضاً الها وزنها والها ثقلها في الميادين ونرحل إلى المركز الأول اللي هو شباب محمد بن حمد الأعويسي من يتقدم بالمركز الأول يليم شاهين سالم بن طويل بن محمد لوهيبي هو من يأتي بالمركز الثاني والمركز الثالث شاهين سعيد بن عبيد بن علي الميال أهبه هناك المركز الرابع المركز الرابع أظني الخليج العبدالله بن راجد بن عبدالله المزروع هذه نتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء الله يصراع الله الله يلمقدمه الله صراع المركز الأول صراع على المركز الأول مثل أبا تشاهدون شاهين بالمركز الأول سالم بن طويل بن محمد لوهيبي وهنا الشباب محمد بن حمد العويسي في صراع دايم في صراع البقاء في صراع البقاء المركز الأول الناموس حاير طاير الناموس وين الناموس مع شاهين الناموس مع بن طويلش الله الله بن طويلش يطرش رسائل رسائل قوية للمشاركين يقولهم أفقدوا المركز الأول أفقدوا المركز الأول ما دام شاهين موجود شاهين موجود شاهين يا بن طويلش شاهين يا بن طويلش الله يلمطوع الله بن طويري شوء إلا فلا نزل عليهم نزلة القوة والبلاء سلام 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 هذا العدل عدل 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 روح عطاه 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 هذا هو السير هذا هو الناموس هذا هو أيضا المركز الأول نقول بن طويري السلام سلام يا بن طويري السلام سلام رسالم بن طويري بن محمد لوهيبي وين الناموس إلى السلطنة لكن السلطنة وين عاد